مواليد مدينة الفلوجة ربما هم الأسوأ حظاً لا سيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تشوهات خلقية بأعداد صنفت على أنها الأعلى في العالم والسبب هو مخلفات القصف الأمريكي بأسلحة محرمة دولياً كالفوسفور واليورانيوم وقنابل النابال ولأن هذه المدينة بمساحتها الصغيرة تعرضت لشتى الأنواع من هذه الأسلحة المحرمة بحجة الحرب على الإرهاب كانت نتيجة ذلك صادمة فنحو 147 طفلاً من كل ألف طفل يولدون بتشوهات خلقية وغالباً ما يفارقون الحياة بحسب آخر مسح طبي أجري في الفلوجة ويرجح الأطباء في العراق ارتفاع عدد التشوهات ونوعها مستقبلاً في ظل عدم تحرك الحكومة لإزالة تلوث الإشعاعي القابعي في أرجاء المدينة حاولنا أن نبحث عن المعادن والإشعاعات كونها موجودة أو موجودة بالنماذج التي أخذناها من الأطفال أو من دوهم المصابين أقصد تشوهات خلقية النماذج أثبتت وجود نسب عالية من اليورانيوم والزئبق والرصاص ومعادن كثيرة أخرى الإدارة الأمريكية المسبب الرئيس لهذه الأضرار اعترفت باستخدام الفوسفور الأبيض في حرب الفلوجة الثانية عام 2004 والسلطات الحكومية أكدت هي الأخرى أن التشوهات الخلقية للمواليد الجدد أخذت بالازدياد حتى أن أغلب المتزوجين حديثاً عزفوا عن الإنجاب بسبب الكارثة وبحسب تقارير محلية ودولية فإن كمية اليورانيوم الذي استخدم في العراق المنكوب بلغت نحو 350 طناً بينما أكدت إحصائيات سابقة لوزارة البيئة وجود 300 موقع ملوث في البلاد وشددت على الحاجة لمليارات الدولارات وعشرات السنين لإزالته والتخلص من آثاره